بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طلب الطالبات الصف الأول الإعدادي مراجعة من النهاردة كده على الهندسة إن شاء الله هنراجع على المسلسين المتطبقين والحل المسائل عليهم تعالوا مع بعض كده نشوف المثال الأولاني اللي موجود معايا في تطابق مسلسين تطابق مسلسين أما نجد نتكلم على تطابق مسلسين يبقى موجود عندي أربع حالات في التطابق بطول المسلسين أول حالة إذا تطبق كل ضلع في أحد المسلسين مع نظيره في المسلس الآخر تاني حالة إذا تطبق ضلعين والزاوية المحصورة بينهم ضلعين والزاوية المحصورة بينهم في أحد المسلسين مع نظيره في المسلس الآخر يتطبق المسلسين إذا تطبق زاويتان والضلع المرسوم بينهم في أحد المسلسين مع نظيره في المسلس الآخر والحالة الرابعة يتطبق المسلسان إذا تطبق في المسلس قائم الزاوية وطر وأحد العي القائمة تعالوا مع بعض نشوف المسلس الموجود معنا على الصبورة بيقول إيه بيقول لي في عندي مسلسين مرسومين وتلاقيهم عندك كتير جدا موجودين في الامتحانات اللي موجودة عندك وانت بتحلها المسلس الأولين موجود ألف باء دال والمسلس باء جيم دال المسلس ألف باء دال وألف جيم دال وباء جيم دال بيقول لي هل هم متطبقين أم لا مع ذكر السبب المعطيات اللي مدي هاني ألف باء بيسوي باء جيم وألف دال بيسوي جيم دال ومدين قياس زاوية ألف ومدين قياس زاوية ألف باء دال دي بـ 80 ودي بـ 60 تعالوا نشوف مع بعض كده هنحل المثال ده إزاي هنحل المثال ده إزاي أولا هو مديك في الحل من الحل اللي موجود عندك عندك ألف باء بيسوي باء جيم وعندي ألف دال بيسوي جيم دال دي بقى هنتكلم في المسلسين ألف باء دال وباء جيم دال في هما إيه اللي فيهم؟ هنكتب شروط التطابق أولا إنت قبل ما تشتغل وتقول نعم أو لا لازم تكتب شروط التطابق عشان أقول إن هم متطبقين أو مش متطبقين طب إيه اللي موجود عندي؟ إنت بتنقل دول من هنا اللي هو ألف باء بيسوي باء جيم هو موجود عندك في المواطن الأولين؟ يبقى ألف باء بيسوي باء جيم تاني حاجة ألف دال بيسوي جيم دال اللي انت بتجيبه من عندك بقى الشرط التالت اللي هو لازم يكون موجود عندك ألا وهو باء دال ده بسميه ضلع مشترك بين المسلسين يبقى الشرط التالت اللي هو باء دال دلع مشترك يبقى إذاً هنا إذا توفر الشروط التلاتة اللي هو تلات أضلع اللي هي الحالة الأولى اللي موجودة عندي تلات أضلع في أحد المسلسين مع نظيره في المسلس الآخر يبقى نعم المسلس ألف به دال يتطابق مع المسلس به جيم دا يبقى أنا كده كتبت الشرط التطابق وقلت له نعم المسلسين متطبقين الطلب الثاني اللي هو قياس زاوية ألف دال جيم هجيب ألف دال جيم إزاي؟ هو مديني زاويتين في المسلس وعمتاً أنا باستنتج بعد كده أنه ألف دال جيم ألف دال با بتساوي قياس زاوية با دال جيم الزاويتين دول بيساوي بعض الزاوية دياً بتساوي الزاوية دي هو مطلوب مني الزاوية كلها اللي بجيبكم الزاوية كلها إزاي؟ أجمع الزاويتين دول وأطرحهم من مئة وتمانين يديني الزاوية أحد الزاوية اللي موجودة دول أقول له قياس بتساوي مئة وتمانين ناقص افتح قوس تمانين زائد ستين دول يدوني مئة واربعين يبقى 180 نقص 140 يدينا 40 درجة يبقى ديبقى 40 درجة يبقى الزاوية اللي هو عايزها قوله 40 زايد 40 يساوي 80 درجة يبقى اذا قياس زاوية الف دا الجيم بساوي 80 درجة وهو المطلوب التاني مثال اخر بيقول بقوله في المثلثين اللي هو الف بهميم والمثلث دا الميم جيم متطابقان ام لا طبعا لازم يتوفر فيهم شروط التطابق اللي احنا قلنا عليها هتكلم عن المثلثين طبعا ايه اللي موجود في المثلثين هنا موجود مديني توازي اللي هو الف با وده الجيم استنتج ايام التوازي هنا ربط مسائل التوازي بمسائل التطابق طبعا هنا عشان اقول المثلثين متطابقين لازم يتوفر فيهم 3 شروط هنا فيه شرط موجود عندي ايه هو قالك ان الف ميم في المثلثين الف بهميم والمثلث دا الميم جيم فيهما ايه اللي فيهم اول حاجة بتقولها اللي هو مدهلك في المعطيات ان الف ميم بيساوي ميم جيم الف ميم بيساوي ميم جيم طب يا استاذنا طب كده ما فيه شرط واحد لا فيه شرط تاني ودايما بيقرر برضو معك وتخلي بالك منه ايه هو اللي هو قياس زاوية الف ميم با بتساوي قياس زاوية بالميم جيم بالتقابل بالرأس طيب فيه شرط ثالث لازم تخلي بالك برضو منه من التوازي دا اللي هو قالك عليه من التوازي هقوله الف با بيوازي دا الجيم انت تستنتج ايه من الف با بيوازي دا الجيم الف با بيوازي دا الجيم اذا قياس زاوية به الف ميم او قياس زاوية الف لاني مرسومة لوحدها بتساوي قياس زاوية جيم بالتبادل قياس زاوية الف بتساوي قياس زاوية جيم بالتبادل وداي انا هرفقها لشروط التطابق اللي موجود عندي ان زاوية قلب بتساوي زاوية جيم زاوية قلب بتساوي زاوية جيم بالتبادل يبقى اذا اتوفر الثلاث شروط هنا زاويتين زاويتين والضلع المرسوم بينهم اذا المسلس الف بهميم يتطابق مع المسلس دالميم جيم يبقى انت في شروط التطابق انت بتجيب حاجة واحدة من عندك هنا في المثال اللي انا جايبه لك ده حاجتين وربطيلك التوازي بالتطابق قلت لك ان هنا في توازي يبقى ايزا كاززاوديا بالتبادل وديا بتساوديا بالتقابل بالرأس والدلع المرسوم بينهم موجود عندي يبقى توفر التلات شروط اذا المسلس قلب به ميم يتطابق مع المسلس دال جيم ميم يبقى توفر التلات شروط وكده استوفينا في مراجعة النهاردة على تطابق مسلسين وفي المثال الاولاني الشرط اللي انت بتجيبه به دال دلع مشترك هنا تخلي بالك ان في زاوية بتساو زاوية بالتقابل بالرأس وبكده يبقى النهاردة نهينا مراجعة تطابق مسلسين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته